السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبفضل صحة وسلامة بازن الله. استكمال اللي ما تعلمناه في البلوك. وكان اخر حاجة اتكلمنا عنها ازاي نستعمل المالتي بلوك بروفايدر ومعاه بس من غير ما نبني بلوك بلدر اكتر من مرة. وقلنا افضل طريقة للموضوع ده. وكان اتكلمنا في البلوكس اللي احنا اتكلمنا فيها كانت على واللانجوش والكوننكتيفتي. لحد كده كان في اي حاجة صعبة قبلتك او حاجة. طيب جميل جدا. دلوقتي بقى هنكمل مع بعض ونعمل حاجة يعني سهلة جدا في الفيديو ده. دلوقتي احنا عملنا البلوكات بتاعتنا. وشغالين في بتاعنا. فاحنا عايزين نعرف البلوكس دي شغالة ولا لا? هل اتنادى عليها ولا لا? طب ايه اللي حصل فيها? طب لو انا مستعمل في كيوبيت. طب ايه اللي حصل في كيوبيت ده. طب هو دلوقتي الفلاني. ايه اللي شغالة فيه? طيب ايه اللي شغال فيه? طب ايه اللي شغال فيه? طب هو دلوقتي عرب ولا انجليزي? طب هو دلوقتي الانترنت كوننكتد ولا انا مش كوننكتد? كل الاسئلة دي بيتجاوب عليها عن طريق حاجة بسيطة جدا. ودي حاجة وفرت هلنا البلوك? هل هي اسمها بلوك? اوبزيرفر? على بترائب. يعني يراقب. بيرائب حالة البلوك. طيب هو بيرائب بلوك واحد? ولا كل البلوكس? وهل هو بيرائب بلوك لوحده ومرائبش كيوبيت او بيرائب كيوبيت لوحده ومرائبش بلوك? لا هو بيرائب كله. كل حاجة بيتابعها. سواء كان بلوك واحد او اكتر بيتابعه. وبنفس الكود. طب لو كيوبت برضو نفس الفكرة بالزبط. يا اما عندك بلوك يا اما عندك الكيوبت. اللي اتنين بيتابعه. لحت كده جميل? طيب دي كده نقطة كمان. طيب النقطة اللي بعد كده. قبل تستعمل تسأل نفسك شؤال. طيب انا هستعمل بلوك ولا كيوبت. هنقول مسلا انا هستعمل بلوك يا باش مهندس. ما فيش مشكلة. تعالى بقى ما نشوف هنستعمل ازاي? هتروح على البابدو الدف. وتروح على اللي اسمها بلوك. هتروح على اللي اسمها بلوك. لحد كده جميل? جميل. انزل تحت كده. ده طبعا شرح احنا هنقول له ايه? انا عايز اعمل عايز اعمل لكيوبت. انزل تحت 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 تحت. بيقول لك بقى ايه? ان انا عندي حاجة اسمها كان يعني لو انت بتستعمل ده الكلاس الخاص بيه. ده الكلاس الخاص بيه. طيب. بيقول لك اللي انت بعد ما تعمل الكلاس ده تنادي عليه هنا. في في بتنادي عليه قبل ما تنادي على البلوك اصلا. يعني قبل ما تنادي على او قبل ما تنادي على بتنادي عليه في طيب احنا مستعملين ايه في الفيديو ده? مستعملين يا زيدي البلوك. انزل تحت. احنا عايزين نعمل لبلوك. طيب انزل تحت. برضو البلوك اوه كان يقدر كمان يرائب كل البلوكس الخاصة بيك. طيب هنعمل كده ازاي? خد الكوت ده كله كابي. طيب هتاخده كابي. انزل. وركز بها معايا جدا. جدا جدا جدا. ملف الهيلبر ده تتابعه كويس. لان ملف الهيلبر ده هو اللي هنبنى على اساسه حاجات كتير. ده اللي بنينها على اساسه طيب ايه تاني? ايه تاني يا صديقي ده انت هتقوم اعمل كليك يمين كده? وتقوم حاططها حاطة في فولدر لوحده. طيب كنت عملها في فايل لوحده بس خلاها في فولدر لوحده. عشان ما اتقش. وتسميه مسلا ده هتبني جواها فايل هتعمل جواها فايل. والفايل ده هنسميه آآ اب بلوك اوبزيرفر. اب بلوك اوبزيرفرز. يعني من الاخر كان بقوله ان المكان ده او الفايل ده بيعمل اوبزيرف الكل البلوكس. بعد كده اعمل كوندرول في. اعمل كوندرول في. ادياني ارور. طبعا باش مهدس انت ده خلت على الباكتش الخاصة بيه البلوك. هيبقى انا كده هل محتاج ان انا نزل البلوك? لأ. روح كده هنا على البلوك اوبزيرفر. نطلع فوق. سواني بس اللي هي اللمبة صفرة ده تزهر? اهي. بيقول ان انت ممكن تنادي على عادي خالص. واول ما انت نديت عليها كل البلوك كل قصدي نزلت. تعالوا بقى ما نشرح الميسودز. اول حاجة اول حاجة. انا شغال بلوك. صح كده? جميل. اعرف ان الكلاس اعرف النقاس في الميسودز اللي هتكون في البلوك غير اللي هتكون فيه. عفوا غير اللي هتكون فيه الكيويت. طيب ده اول نقط. طيب بعد كده في عندك اول معانا اللي هي يعني ايه اول ما كتعمله كريات. طيب بتاخد ايه? بتاخد من نوع بلوك بيز واسمه بلوك يعني الفاريابل اسمه بلوك. ده في البرامتر بتاعها في يعني ده اسمه بلوك. بعد كده بيقول ما هيلك بقى ايه? ايه 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 اللي شغال? اللي انت مستدعي حاليا. او اتعمل له كريات. طيب بعد كده بعد كده فيه عندك يبقى انا هنا بتكلم على ايه? بالزبط بتكلم على بلوك. بتكلم على بلوك. يبقى اكيد دي مش موجودة في كيوت. طيب ارجع بقى ال بيقول لك هنا اسم بتاع ومعها طبعا اللي شغال. وبرضو هنا بيقول لك ايه اللي بيحصل بالزبط? ايه اللي شغال? وايه اللي شغال? وبرضو هنشوف التفاصيل بعد كده. انزل تحت. لما يحصل طب يحصل في ايه? حيبان لك فيه الرن. بس هو عموما هيحصل فيه. مش انت المفروض بتستدعي البلوك. اهو هنا. مش انت المفروض بتستدعي البلوك. وبعد اما بيكون شغال بيعمل لك بعد كده بيروح على او بيروح على وخاك كزا. فهنا بيقول لك ايه اللي بيحصل بالزبط? وبرضو شغال. طب دي بتحصل في حالة البلوك فقط لغير. طب ليه بتحصل في حالة البلوك فقط لغير? لان هي المسؤولة عن الناتج اللي بيحصل من يعني انت عملت فبالتالي بيحصل تاني. لو انت عملت بتتلاقي مست كمان اسمها دي برضو بتشوف انت اتنقلت منين لفين? اتنقلت من مكان ايه المكان ايه? او ايه ايه انت ايه? وهكزا طب الون ايرور? الون ايرور ده طبعا بتظهر لو انت جاء لك اي ايرور في البلوك بتاعك. واخيرا دي وظيفتها ان انت بتتابع اللي تعمل له او اتشال. بتتابع ان تعمل له او اتشال. او اتقفل يعني. طيب البلوك بتقفل ايه? البلوك بتقفل اوتوماتيك. او للأسف مش هتكون باينة قوي. في الموضوع ده. عشان احنا يعني لحتى بتاعنا عايبها بسيط. ان شاء الله اللي احنا اعمله يعني. والصفحة اللي موجودة حاليا هي عبارة عن صفحة واحدة بس. فبرضو مش هيبان قوي. طب انا تلوقتي نزلت سانية واحدة قبل ما ارن. انا هسمي بتاعي ده. هنرجع بقى هنسمي البلوك بتاعنا ده. البلوك اوبزيرفر. هسميه اب بلوك اوبزيرفر وحنفز الكلام اللي هو كان قيله. هروح على طبعا هنشيل كل ده. هنفليه مسلا. هنا مسلا. ولا تزعل نفسك. وارجع هنا. هنروح انزل تحت انزل تحت. هنوم قيل له ايه? هاخد السطر ده. انا عايز السطر ده بس. انزل تحت. هقول له هنا بس طبعا هو مسموش ما اوبزيرفر. كنا مسامين كلاس ايه? اب بلوك اوبزيرفرز. كده انا بقول له ايه? شغل بتاع البلوك. كده يبقى احنا تمام ونعمل رن. كده عمل رن معنا. نشوف بقى اللي بيحصل. اطلع بقى ده كده فوق. اعمل زون. اول حاجة بيقول لك في عندك بلوك اسمه تعمله بعد كده اللي حصل فيه اسمه بعد كده في تاني حصل اللي هو طيب اللي حصل فيه اسمه بعد كده في عندك كمان بلوك اتعمل اللي هو اسمه طب هو عارف الكلام ده منين نزل كده دي تحت انزل انزل عشان احنا استدعينا التلاتة وبالترتيب بدأ بال بعد كده بدأ بال بعدها بدأ بال وطبعا مع كل حاجة استدعاها استدعا بتاعها اللي احنا عملناه. يطلع بقى ده كده فوق. بعد اما احنا عملنا كده دخل بقى احنا قلنا بتحصل امتى لما يكون في طب الترانزيشن حصل في ايه? بيقول لك بتاعتك لحد كده في حاجة صعبة. يبقى تاني بيقول لك الترانزيشن اللي حاصل او الخاصة بالترانزيشن بتاعتها هي بعد كده بتاعها اسمه طب هي بعد كده بتاعتها راحة على فين? رايحة على يعني اللي رايحة لها بعد كده بعد كده بعد كده بقى احنا خلاص في الترانزيشن لسه بنقول حا يروح طب خلاص راح هنا بتاعتك في بتاعتك كانت وبعد كده بقيت ايه? بقيت الاب وهكذا في عمل نفس الفكرة بالزبط في اللانجوج اهي عمل بتاعها برضو كان بتاعتها اهي انا سيبها زي ما هي اهي 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 الاولانية بعد كده تنفذ وبعد كده راح على طيب البقين برضو نفس في اياه اياها بعد كده في تبقى في اول حاجة هو عمل ايه? نفذ ايه? احنا ما لادناش على الحاجة بس هو نفذ ايه? على 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 طول طب هو نفذ ليه? عشان السبسكريبشن اللي احنا كنا عاملينه. طيب يا صديق العزيز ده بيشتغل لما برضو بنعمل كما قلنا وكان بيقول لك ان اللي هي لسه برضو في بعد كده راح على وبالتالي راح على اخر الاستيت عندك. والاستيت بتاعتها النتيجة بتاعتها لها الانترنت كوننكتد. وهكزا في لحد كده في اي حاجة صعبة ده بكل بساطة وظيفة البلوك ابزيرفر ان هو بيعمل ابزيرف ل البلوك بتاعك او كل البلوك اللي انت عاملها في بتاعك. ده كده تقريبا البلوك خلص. جميل. فاضل فيه شوية حاجات بسيطة. وده ان شاء الله هنقولها لان هي مش هتبان اكتر غير في فانا هحاول اعمل زي كده بسيط. ده هيبقى فيه يعني حاجات كتير في البلوك. ازا هنستعمل عشان وكل ده هنعرفه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة